اشتركوا في القناة من نوع انتجر ونسميه underscore number وخلي قيمته بواحد مثلا اوكي؟ بعدين نكتب switch ونحط المتغير هنا underscore number وبعدين نكتب الحالات الحالة بانجليزي يعني case فعندنا الكيس الاولى اذا كان الرقم واحد مثلا نكتب the number is one بعدين break بعدين case two اذا كان الرقم اثنين print the number is two على هذه الحالة نكتب نكتب حالة اذا ما كانت لا واحد ولا اثنين هنا تيجي الحالة الثالثة وهي default اذا كان اذا ما كان الكيس هذي ولا هذي وحتى اذا كتبنا خمسة حالات اذا ما كان ولا واحدة منهم تيجي هنا بعدين فنكتب print كيس كيس not defined يعني هذه الحالة ما هي معرفة break نسوي save ونرجع للعبة ما طلعنا الرقم هنا لانه ما هو public فنخليه public ونرجع مرة ثانية وظهر الرقم هنا طيب نفتح ال console نضغط هنا بس نسوي clear نصغر شوية ونشغل اللعبة the number is one لان الرقم واحد فعد على الحالة الاولى وكتب the number is one طيب اذا خلنا الرقم اثنين وشغلنا اللعبة the number is two نفس الطريقة طيب اذا كتبنا عشرة مثلا عشرة ما عرفنا حالتها فنشغل اللعبة يقول لنا case not defined الحالة ما هي معرفة لان شافت اول شي لا هي واحد ولا هي اثنين فمعناها هي غير ذلك وتيجي لنا لهذه الحالة default case not defined وبكل بساطة هذا الدرس اليوم قصير وخفيف وان شاء الله تكونوا استفدتم منه واذا ما كنتم مشتركين بالقناة لا تنسوا الاشتراك عشان توصلكم دروس زي هذه اول بول كان معكم عمر بالفقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة